مع انتهاء مؤتمر أستانا الثمانية وقبله الجولة الثامنة من مفوضات جنيف بدأت روسيا بالترويج لمؤتمر السوتشي القادم الذي حددته في أواخر كانون الثاني من العام المقبل تسعى روسيا عبر السوتشي إلى جمع أكبر عدد ممكن من أطياف المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري والحصول على تأييد الدول الضامنة من مباحثات أستانا لتمرير مخرجات المؤتمر القادم بحسب رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات أستانا أليكساندر لافرينتييف وصل عدد الذين سيشاركون في سوتشي إلى 1500 شخص من كافة أطياف الشعب السوري المعارضة السورية بمؤسساتها السياسية حتى اليوم لم تعلن موقفا واضحا من المشاركة في مؤتمر سوتشي بانتظار مشاورات مع القوى المدنية والعسكرية للموافقة على المشاركة من عدمها فإلى ذلك ترى أطياف من المعارضة أن سوتشي هي محاولة لتصفية القضية السورية برمتها ومنصة للقفز على القرارات الدولية التي تدعو إلى انتقال سياسي يفكك النظام القائم ويقل البلاد إلى ضفة التعددية السياسية وهو ما يحاول النظام وحلفاء الروس والإيرانيون إفشاله بكل السبل عبر ارتكاب المجازر وعدم إطلاق سراح المعتقلين واستمرار حصار المدنيين خصوصا في الغوطة الشرقية بعد فشل جنيف ثمانية وانتهاء مباحثات أستانا مؤخرا دون التوصل إلى نتائج في ملفي المعتقلين والمناطق المحاصرة يبدو أن موسكو تسعى للسير عكس العملية السياسية الدولية وهو ما يولد مخاوف من تصفية القضية السورية وإعادة إنتاج النظام لترسيخ نفوذها في سوريا واستعادة دورها المؤثر في العالم وفي ذات الوقت يتحدث الروس عن تشكيل لجنة دستورية تكون إحدى مخرجات سوتي دون تحديد الشخصيات التي ستشارك في هذه اللجنة وهنا يبقى السؤال ما هي تدور المعارضة السورية في رفض أو الموافقة على عمل هذه اللجنة